انما انا عايز اقول ان مباراة النهاردة في مباراة في الدورة هنا الاهلي اعمالها في فرق عملت ضد النادي الاهلي احسن من مباراة النهاردة ان هي كان بتهاجم النادي الاهلي في شراسة على الجون النادي الاهلي يعني يحس بالحرك فتبص تلاقي بقى بيرجع لكوته تاني بعد عشر ده ربع ساعة الشيط التاني كله النادي الاهلي انكمش انكمش ليه هتقول لي عشان تغيرت حمد فتح وديانج لا جدت لي مش قبل اللحظة الاولى وانت مضغوط اي هو هو عم جاي مغير كمان حمد ونزل ديانج في الوقت اللي انت هم بدأوا ميسكوا كورة فانت بس انا فهمت تغير ديانج ده انه راجل عايز يجيب من من التمنتاشر للتمنتاشر ده معملوش حمد يعني ديانج بياخدوا الكورة ويطلع بيها يبني يجري ده حمد بيعملوش فانا فتح يبقى مش ديانج يعمل الكلام ده تصورت انه هو بيكلم عايز سرعة المرتدة على بناء من اسفل ده مش موجود شوف انت حردك بتقول ايه انا ما هو امطلع عشان ما يخدش الانزار التاني والطري تفتكر كده؟ بس هو امطلع عشان كده مع ان حمد النار ده كان من احسن ما تشغطه في الحتة الدفاعية وانه هو واقف بدليل انه هم ما مراحوش طول ما كان حمد يوقف على رجله جنب السلية مراحوش خالص على الجوم فهو لما اخد انزار فقال لك اي اغيره عشان طب انت بقى اصلا ما فيش الاحتكاك اللي انت مسلا عمل فاول تاني عشان تخاف عليها بابا ما عادش بالسخد قوي وعصب ينتع عشان تخاف الزار تاني انت لما هتدي بقى وديانجي لسه ان ديانجي ده مش لعيب كورة زي كعربة ولا زي محمد شريف انه هو ينزل او مجد قافش انه خمس ثواني يخش جوه الجيه ده لسه عايز فترة عبل ما يخش جوه فعبل ما دخل جوه الجيه كان الفرق رجبت برغم انه برضو استحوازه اللي استحواز بتاحهم اللي هو العشواء اللي هو بعيد عن منطقته الخطورة بس